الجمعية المصرية لرجال الأعمال وياسر صبحي نائب وزير المالية في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الملتزمون بمصار الانضباط المالي في إطار برنامج شامل لإصلاح الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد المصري بيساعد في تحقيق نمو مستدام دون أعباء تدخمية وقال كمان بنعمل في إطار متسق ومتكامل بين سياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي شريف الكلاني قال وزير المالية للسياسات الضربية حزمة التسهيلات الضربية بداية جديدة لبناء شراكة حققية مع مجتمع الأعمال وبنستهدف تحسنا ملموسا يشعر به الممولين في جودة الخدمات الضربية بالمناطق والمؤموريات المختلفة طبعا عندنا إصلاح ضريبة حقيقي عندنا توجه جديد من الدولة المصرية في المالية العامة والضرائب وتطوير وهذا العمل هنسيبكوا معا تقرير سريع ثم نعود لأستقبل ضيوفي بعد هذا التقرير ابقوا معنا موسيقى موسيقى احنا بنعتز باليوم النهاردة وبنهنئ جميع الحضور وشكرا على تنظيم هذا النوع من المؤتمرات الحقيقة هو مشجع مهم جدا الاستثمارات اللبنانية والصداقة المصرية اللبنانية الحقيقة حاجة بنعتز بيها وتمتد لعصور وسنين وجاية الحقيقة في وقتها المنطقة الحقيقة بتمر بتغيرات سريعة جدا تستدعي معاها ان احنا نبص من أول وجديد ونشوف في اتجاه الاستثمارات رايح من فين لفين الاحداث اللي بتحصل والتغيرات في القوانين والتشريعات ومصر الحقيقة في الفترة اللي فاتت دي تعملت حوافز كتير جدا لجازب الاستثمارات وامد بانشاء بنية تحتية قوية جدا جدا تستدعي ان احنا نبص لها احنا النهاردة موجودين الحقيقة عشان نشرح الكلام ده كله ونقول ايه اللي عملناه كحكومة مصرية وايه التشجعات اللي احنا نزلين بيها سواء على مستوى القوانين الاستثمار قوانين الضريبية الجمركية وكل التسليلات اللي ممنوحة للمستثمرين عشان نسهلهم اعمالهم فرصة كبيرة ان احنا نتقابل مع المستثمرين بنترح عليهم السياسات والاجراءات والتوجهات القادمة ان شاء الله اللي هي جزء كبير منها مبني على انه القطاع الخاص يكون هو اللي بيقوده النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت بنسمع للمشاكل ونسمع ايه اللي ممكن يكون بيأثر عليهم في الفترات القادمة لان احنا مش مجرد بنحاول نقول السياسات وتوجهات لكن بنحاول نحن نحل المشاكل الحقيقية اللي ممكن بتواجه لان هدفنا في الاخر يبقى في توسع كبير في الاستثمارات وفرص عمل مستمرة وقدرة على التطوير والتطور والمنافسة في الداخل وفي الخير احنا جمعية رجال اعمال مصري اللبنانية بتعمل لقاعات دورية شهرية مع الوزر والمسؤولين هدف هذه اللقاعات بتناقش كل المشاكل والعقبات اللي بيوجهها الاستثمارات سواء اللبنانيين او المصريين في مصر هنا اللبنانيين نهارد عندهم استثمارات كثيرة جدا المرة ثلاثة من حيث ترتيب الاستثمارات بعد السعودية والامارات ففي حجم استثمارات لبنانية كثيرة هنا كون ان احنا بنركز على عشان احنا سكتور مصري لبناني فبنستضيف المسؤولين والوزراء والرخاصة في كل الوزرات بحيث ان احنا بنناقش المشاكل والعقبات اللي بيتواجه رجال الاعمال سواء المصريين او اللبناني في كل الانشاطة ودي ممكن الميزة حقيقية اللي بتعمل لقاعات شهرية فلو عشرين في المية من المشاكل دي بتتحل ويتبقى معظمها مشاكل بوروكراطية او مشاكل تطبيق قوانين فالوزير لما بيسمع البوروكراطية الموجودة اكيد بيتفاعل وبيحاول يحل اكبر قدر من المشاكل الموجودة الحقيقة طبعا الندوات دي بتقرب المواطن من اصحاب القرار احنا كل اللي بنعمله انه بنجمع وندي افكار لمعال الوزير ومعال الوزير برضو بيشرح لنا الخطط اللي الدولة قائمة عليها وبدأت تنفذها بالسنين الجاية ان شاء الله اوكي وبنناقش المواضيع يعني منقشة جميلة مبسطة بحيث نقوله ايه المشاكل اللي احنا بنشعر فيها وإيه الحاجات اللي مش لازم تتعمل وهو برضو يعني بياخد هذا الكلام بعين الاعتبار يعني وبيحطه بافكاره وبالتالي بيشتغل عليه هاللقاء ده لقاءة مهمة جدا لان احنا لما بنعود مع وزارة المالية كرجال اعمال سواء مصريين او لبنانين بنقدر نعرف منهم ايه الحوافز اللي بتقدمها الدولة للمستثمين دول عشان يزودوا استثماراتهم في مصر وكمان بتدي رسالة للمستثمين اللي حابين يخش البلد الحوافز او التشجيع اللي الدولة بتدهله سواء من ناحية منظومة ضربية او من حوافز اخرى او تسهيلات حتى في ان هما يسجلوا شركاتهم او يفتحوها انا رد الامور بقت اسهل بكتير جدا الحمد لله في مصر وشوفنا ان فيه تطرب بيحصل كبير اوه سواء فهي تسمار هيئة ركابة مالية بقت فيه تسهيل على المستثمين فعلا ان هما يبتدوا اعمال لهم في مصر اشتركوا في القناة